وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصرية أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك يهدف إلى تجديد عقوبة حجب السلعي للسراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإغفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس حقوق المستهلكين كما أكد عدد من النواب أن الموافقة على منحة الاتحاد الأوروبي لمشروع حياة كريمة يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بالمشروع الذي غير حياة الكثير من المصريين وفي قرار طبعا رقم 200 صدر من وزير التموين بدأ حديد سبع سلع رئيسية سلع استراتيجية يتم تداولها ويكون محدد فيها الأسعار فضمانا لعدم قيام بعض التجار من إخفاء تلك السلع واحتكارها فكانها لابد من تغليز العقوبة تغليز العقوبة النهاردة يمكن أهم حاجة فيها أن الغرامة المالية زادت أيضا العقوبة السجن زادت أيضا في مصادرة البضاعة الموجودة أيضا غلق المكان الذي تمت فيه وضبط فيه السلع المهربة أو التي تم ضبطها فهي أصبحت عقوبة ردعها الهدف من كلها دي هو الردع لضبط الأسواق وضبط الأسعار النهاردة بنفرض عقوبة أشد على أي تاجر هيقوم بعدد من الممارسات بحجب السلع عن المواطنين باستخدام أي شكل من أشكال الاحتكارية علشان يحقق مكاسب على حساب المواطنين النهاردة إحنا بنقدم رسالة للشعب إحنا في خط مواجهة مباشر مع أي شخص متخيل اللي هو هيهدد الأمن الغذائي للمواطنين باحتكار السلع بحجبها عن التداول بالتلاعب في أسعارها ومستمرين في هذا الأمر حتى يتم صياغة التعريفة الاسترشادية والسعر الاسترشادي على كافة السلع الغذائية حتى لا يستطيع أي تاج أن يتلاعب في هذا السعر بأن تكون هناك تسعيع على كافة السلع الغذائية الحقيقة النهاردة كنا بنتكلم على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمشروع حياة كريمة المنحة قيمتها 50 مليون يورو هتقسم على عدد من الوزرات وزارة التضامن العمل الصحة التعليم وغيرها من الوزرات وطبعا ده من أجل جودة الخدمات المقدمة للمواطن ده إن يا دول يا دول إن المجتمع الدولي شايف أهمية هذا المشروع الهام جدا وهو حياة كريمة اللي معني بجودة حياة المصريين المشروع ده أنا بيعتبره أنه هو من أهم وأعظم المشاريع اللي طمت في الفترة الأخيرة لأنها بتعني بجودة حياة المواطنين في أماكن كانت محرومة من الخدمات